أهلا بكم من جديد التقى سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في قصر الإمارات فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ والزعيم الوطني لتركمستان الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد في بداية اللقاء بفخامة قربان قولي بردي محمدوف والوفد المرافق له مشيرا سموه إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية مع تركمستان شيدت على أسس وثيقة وأشار سموه إلى الفرص التنموية الكثيرة والمهمة التي يوفرها التعاون بين دولة الإمارات وتركمستان بالنظر إلى إمكانات البلدين الاقتصادية الوفيرة وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد مع فخامة قربان قولي بردي محمدوف خلال اللقاء سبل تطوير التعاون بين دولة الإمارات وتركمستان في قطاع الطاقة المتجددة والمجال المالي والمصرفي وخدمات النقل إضافة إلى توسيعه وترسيخه في مختلف الميادين الاستثمارية والاقتصادية والتنموية بدوره يشاد فخامة قربان قولي بردي محمدوف بالدور المحوري لدولة الإمارات في المجال الاستثماري والاقتصادي معربا عن أمله في أن تكلل زيارته لدولة الإمارات بنتائج إيجابية تعزز من مستوى والتعاون والاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في هذه المجالات ترجمة نانسي قنقر